يقول في خلافات بين زوجتي وأمي نعم نقول ممكن الخلافات هذه أنت تكون السبب فيها نعم نعم لأن المتغار على الإبن مثل ما تغار الزوجة الآن نعم 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 أن transplant نعم 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 يعني بعض الأزواج الآن يظلم الزوجة من أجر رضا الأم ما يمكن من أجر رضا أنت ترتكب إثم يعني لو أمو مثلا قالت اشتري لي خمر يقول لابد أرضيها ما أغضبها لابد من بر أمي اشتري لها خمر لا أعوذ بالله يتعاطل أسباب الشرعية يدعو الله سبحانه وتعالى يستعين بالله سبحانه وتعالى يستعين بالله سبحانه وتعالى الله تعلم ترجم ثم يجب أن يشتري هدية ويعطيها لأمي قل هذا من زوجتي توحبك ويعطي الزوجة لأمي كانت بيطة يجب أن يكون هناك مكان خاص بها أحيان هذه مكان خاص بها عندما يكون في بيت واحد في الغالب يعني أت الشيطان نعم 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 الآن بعض الأزواجة قول زوجتي لا بد تخدم أمي نعم 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 تحبت نعم تجاربك لجيفية تحليم فأنا نحن أنت تجاربك اما أنت تحليم تحليم الاشكال ذلك تحليم لا يوجد فوضع أنك تعتكب لعلم قال هذا ان يتخلص على نفسك لا تعتبون هل ما هذا أنك لا تحقق بأمك لا بالعكس تزيد في البر من المانيسي سن دمك يا أبنها جاكشلق قل باشا غيرتين المانيبينين جوك دي سن جاكشلق قل اللهم جاكشلق قل غير قويت دي كشد نعم و لابد من الستعانة بالله سبحانه وتعالى سوى سورة بيز اللح تلا جاردام سورة غيرل شوز كيك والله يصلح الاحوال أنا چلنة عوال درون دوترقان بو اللح تلا